بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم المعرفة هذا هو المقطع التاسع والتسعون تحت عنوان الدرس الخامس في التمويل والإقصال التمويلي المالي عنوان فرعي تعظيم الأعظم تعظيم الأقل وتقليل الأعظم أو تقليل الخسارة الأسف نرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لطلبتنا الأحباء في كل أقسام الاقتصاد وإدارة العمال والتمويل في الجامعات العربية والإسلامية وعلى بركة الله نبدأ تعظيم الأعظم تعظيم الأقل وتقليل الأعظم وتقليل الخسارة الأسف في هذا المقطع المهم يطلبتنا الأحباء في أقسام التمويل وأقسام الاقتصاد واقتصاد المال واقتصاد التمويل نتطرق إلى ثلاث طرق أو منهجيات متابعة في تعظيم المكسب من استثمار المال أو تقليله طبعا الاستثمار هنا قد يكون استثمار في الجهد قد يكون استثمار عيني أو مادي أو أي استثمار يمكن أو نشاط يمكن أن ينظر له الشخص المعلي بالأمر على أنه موفر للمال أو يعظم المكسب أو يقلل الجهد وهكذا فمتابعة هذه المنهجيات في تعظيم المكسب من استثمار الماء أو تقليله ما أمكن ذلك وهذه الطرقية أولا تعظيم الأعظم ماكسي ماكس وثانيا تعظيم الأقل ماكسي من وثالثا وأخيرا تقليل أو تصغير الأعظم وعادة لما يطلق على الطريقة الأخيرة هذه تقليل الأسف أو تسمى في بعض الأحيان طريقة تعظيم الأعظم ماكسي ماكس المنهجية المتفائلة لأن الأجواء الاقتصادية والاستثمارية تكون مشجعة والناس متفائلين والمستثمرون يكونوا متفائلين وهكذا تسمى طريقة تعظيم الأقل ماكسي من المنهجية المتحفظة والمتشائمة conservative or pessimistic approach وتسمى آخر طريقة طريقة التقليل أو تصغير الأعظم منيماكس أو منيماكس منهجية تقليل الأسف في هذا الإطار يعرف جدول المكاسب pay off table أو جدول الربح أو الجائزة أو جدول القرار decision table بأنه جدول أرباح أو مكاسب أو احتمال أو احتمالات حدود أو تحقق ربح مكاسب معين من استثمار أو نشاط ما كأن نقول شراء بيت أو أرض أو سهم في الشركة هذه على استثمارات عينية ربما استثمار في الجهد في تقليل معين في الوقت وهكذا يأخذ جدول المكاسب وبخاصة المكاسب المادية قد يأخذ الشكل التالي عندي خيارات عن الاستثمار في أنشطة مختلفة وحالة الاقتصاد على سبيل مثال فعندي الآن أن الاقتصاد ينمو أو أنه مستقر أو أنه يتراجع الخيار الأول المتاح أمام استثمار أن يستثمار في قطعة أرض أو أراضي أو عقارات فعلى سبيل المثال فقط مثال في حالة الاقتصاد الذي ينمو يتوقع أو هكذا حسبها المستثمر بأنه سيكسب أو يربح أو يجني مكسبا مقداره خمسين خمسين وحدة ربما بالدنانية بالدولارات بالجنيهات بأي عملة أو ربما بأي شيء مادي أو معنوي يظن بأنه كسبه ففي حالة الاقتصاد الذي ينمو إذا قام المستثمر باستثمار ما لديه مهما كان نوع الاستثمار في الأرض أو العقار فإنه سيكسب خمسين وحدة في حالة النمو الاقتصادي خمس وخمسين وحدة إذا كان حالة الاقتصاد مستقرة وإذا كانت حالة الاقتصاد متراجعة فإنه سيكسب خمسة عشر هذا الخيار أول أما الخيار الثاني لنفترض بأنه استثمر في وديعة مصرفية فإذا كان الاقتصاد ينمو فإن الربح الذي يحققه ثمانين وحدة أما إذا كانت حالة الاقتصاد مستقرة فإنه سيكسب أربعين وحدة وإذا كانت حالة الاقتصاد متراجعة فإنه سيكسب سالب ثلاثة أو بمعنى آخر سيخسر سالب ثلاثة لنفترض أنه الخيار الثالث والأخير الاستثمار في أسهم وفي حالة النمو الاقتصادي فإنه سيكسب 65 وحدة أما في حالة الاستقرار الاقتصادي فإن المكسب من الاستثمار في الأسهم 55 وحدة وأخيرا في حالة التراجع الاقتصادي فإن المكسب من الاستثمار في الأسهم هو سالب خمسة أو أنه خسارة خمسة هذا الجدول هو يحمل أسماء ومعلومات كثيرة وكل جزء منه له اسم في إطار الماني ماك والماكسي من وهكذا وعلى سبيل المثال الخيارات المتاحة أرض أو عقار وديعة مصرفية أو أسهم هنا تسمى خيارات القرار ولا يمكن إلا اختيار واحد منها لا يمكن لنا أن نختار الجميع أو أكثر من واحد فقط واحد هنا الآن خيار واحد إما أرض وقرات طبعاً كوحدة واحدة هون أو وديعة مصرفية أو أسهم التسمية الثانية عن حالة الاقتصاد في هذا المثال البسيط أن الاقتصاد إما ينمو أو أنه مستقر أو أنه يتراجع هذه تسمى حالات الطبيعة أو البيئة الخارجية سمت حالات الطبيعة لأنها خارج سيطرة المستثمر يعني هنا الآن الاستثمار في الأرض والعقار أو الوديعة المصرفية الأسهم هي قرارات شخصية وبالتالي تحت سيطرة في السلطان المستثمر في حين أن البيئة الاقتصادية حالات الطبيعة أو البيئة الخارجية خارج السلطان لا يمكن السيطرة عليها فتسمى بهذه الحالة حالة النمو أو الاستقرار أو التراجع تسمى حالات الطبيعة أو البيئة الخارجية التسمية الأخيرة في هذا الجدول هي مجموع المكاسب هنا مكاسب 50-65 إذا كان البيئة ينمو أو 45-55 في حالة الاستقرار وأخيرا في حالة التراجع 15-3-5 تسمى المكاسب المتوقع المكاسب متوقع expected gains أو payoffs يمكن أن تمثل أي مكسب مادي أو مكسب كتقديل الكلفة أو الجهد أو الربح وهكذا الآن لنأخذ الطريقة الأولى اللي هي طريقة تعظيم الأعظم ماكسي ماكس اللي هي المنهجية المتفائلة optimistic approach الآن نعيد صياخة الجدول أو كتابة الجدول هنا نلاحظ بأن الخيارات المتاحة ثاني مرة بعيدها أرض أو عقارات وديعة مصرفية أو أسهم في حالة النمو الاقتصادي هذه المكاسب المتوقعة 50-80-65 إذا كل واحد من هذه الاستثمارات في حالة الاستقرار الاقتصادي المكاسب 55 أو 45 على التواري إذا كل خيار وأخيرا في حالة التراجع الاقتصادي بيكون المكسب 15 سالب 3 سالب 5 الآن السؤال أيهما أعظم مكسب من هذه المكاسب؟ لاحظوا أفضل مكسب ممكن إذا استثمرنا في الأرض أو العقارات فإن أعظم مكسب 55 إذا استثمرنا في وديعة فبكون المكسب 80 أعظم ما وهنا إذا استثمرنا في أسهم فبكون أعظم مكسب 65 بما أنه الآن طريقتنا التي هي تعظيم الأعظم وبالتالي نريد أن نأخذ أعظم كمية هنا وهي بالتالي الثمانين الثمانين ما يعني بأن القرار هو الاستثمار في وديعة مصرفية لأن الثمانين كانت أفضل مكسب ممكن فعظمنا أعظم ما يمكن الآن نأتي على الجدول الثاني مرة ونطرق إلى طريق التعظيم الأقل المنهجي المتحفظة أو المتشامة نعيد كتابة الجدول هنا ونطرح الأسئلة التالية ما هو أسوأ مكسب أسوأ مكسب هنا في حالة الأرض أو العقارات نلاحظ أنه أسوأ مكسب 15 في حالة الاستثمار في وديعة مصرفية أسوأ مكسب بيكون سالب ثلاثة وفي حالة الاستثمار في الأسهم بيكون أسوأ مكسب سالب خمسة وإذا بننظر هنا ماكسيمن اللي هي أنا أريد أن أعظم أعظم الأقل ما يعني بأن أعظم أعظم خسارة ممكنة اللي هي خمسة عشر ما يعني لأنه الآن هو هذا أفضل الأسوأ وبالتالي القرار هو الاستثمار في أرض أو عقار الطريقة الثالثة والأخيرة بعد ما كتبنا الجدول طريقة تقليل أو تصغير الأعظم مني ماكس أو تقليل الأسف مني ماكس ريغريت بواسطها نختار أقل أعظم خسارة أقل أعظم خسارة ممكنة أو أقل أعظم أسف والأسف هنا هو الفرصة الضائعة الحيث نختار أقل خسارة ممكنة أو نقل الأسف ما يعني بأننا نختار أفضل الأسوأ best worst of فيعرف الأسف في هذا السياق بأنه الفرق بين أفضل المكسب والمكسب المتحقق regret تساوي best pay off ناقص أو سالب أتروح منه pay off received فعلى سبيل المثال نكمل هنا طريقة تقليل أو تصغير الأعظم مني ماكس أو تقليل الأسف إعادة كتابة الجدول هنا عندما ينمو الاقتصاد بتكون أفضل مكسب هو ثمانين عندما يعني الآن ننظر إلى الخيارات خيار أرض أو عقارات وديعة مصرفية أو أسهم في حالة النمو الاقتصادي هو الآن أعظم مكسب هو الثمانين لكن أريد الآن أن أطرح حتى أطلع أنا المنمم regret أطرح الآن من أعظم مكسب المكسب المتاح الذي بفترض أننا استلمناه أو المستثمر تلقى واستثمره فبكون الحد الأقصى لخسارة ثلاثين ثمانين اللي هو أوضل مكسب لكن إذا استثمر هنا بكون بالحالة هاي قد خسر ثلاثين في الحالة الثانية ثمانين ناقص ثمانين بكون خسارة سطر لأنه استثمر في الإشي الأعظم وهنا بكون خسارة خمسطاعش لأنه استثمر في الخمسة وستين لكن أعظم مكسب كان ثمانين وهكذا فحصلنا إحنا على ثلاثة نتائج هنا أو ثلاثة نتائج عفوا الثلاثين الصفر الخمسطاعش من طرح أعظم مكسب نطرح منه ما تحقق على أرض الواقع في الحالة الثانية إذا كان الاستقرار مستقر أعظم مكسب هو خمسة وخمسين وبالتالي الآن هنا في هذه الحالة يكون المنمم ريجريت صفر أو المكسمم ريجريت عفوا We are going to minimize the maximum فبكون هنا الأسف أو الخسارة صفر في هذه الحالة يكون خمسة وخمسين ناقص أربعين نساوى خمسطاعش وأخيرا خمسة وخمسين ناقص خمسة وخمسين نساوى صفر وبالتالي نحصل على النتائج الثلاثة التالية صفر خمسطاعش ثلاثين وأخيرا إذا أخذنا خيار أن الاقتصاد يتراجع في حالة أنه حالة الطبيعة كانت أن الاقتصاد يتراجع أو اللي خالب السلطان المستثمر ليس له عليها سيطرة فأحسن استثمار بيكون خمسطاعش أو فضل مكسب هو خمسطاعش وبالتالي بيكون الخسارة هنا صفر هنا الآن خمسطاعش سالب سالب ثلاثة يساوى ثمنتاح وأخيرا خمسطاعش ناقص سالب خمسة ويساوى عشرين نلاحظ الآن أنه إحنا حصلنا على جدول يتكون من تسعة خيارات ثلاثين صفر خمسطاعش صفر خمسطاعش صفر صفر ثمنتاح عشرين وهكذا نتمم إن شاء الله أخيرا الآن جدول أفضل الأسوى حصلنا على الآن أذكركم ثلاثين صفر خمسطاعش أسوى الأفضل أو أفضل الأسوى يعني بلغتنا صفر خمسطاعش صفر صفر ثمنتاح عشرين وهكذا فالآن نحصل على هذا الجدول اللي بيقول لي أنه يعني أفضل الأسوى كان إذا حالة إقصاد تنمو ثلاثين وصفر طبعا ثلاثين إزال يعني أمام الأرض والعقارات صفر أمام وديعة المصرفية خمسطاعش أمام الأسهم إذا كان حالة الإقصاد مشتقرة بيكون أفضل الأسوى صفر في حالة الأرض أو العقار خمسطاعش وديعة مصرفية وصفر الأسهم وكذلك بالنسبة لي عندما يتراجع الإقصاد صفر ثمنتاح عشرين السؤال الأعظم الآن ما هو أعظم قيمة هنا ما هي أعظم قيمة لاحظ هنا ثلاثين وهنا ثمنتعش هنا ثلاثين أعظم قيمة هنا ثمنتعش وأخيرا عشرين لكن بتقول لي الآن أقل يعني أفضل الأسوى هو ثمنتعشر وحده لأنه الأقل هو بالتالي القرار هو الاستثمار في وديعة مصرفية في حالة التراجع الانتصادي الذي أشرنا له أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس تلقي نبأ نشر مقاطع على القناة من أجل تعميم المعلقة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر بإذن الله مفيد والسلام عليكم ورحمة الله رب العالمين اشتركوا في القناة